مرحبه من جديد في فيديو جديد رح نحكي فيه عن موضوع D-Shaping فكل بساطة اول شي رح نجهز DataFrame حتى نبلش نطبع عليها الاستاك والاناستاك ننشأ اول شي DataFrame D-Frame 1 تساوي DataFrame نستخدم NumBy .Range .Range8 ونعمل لها Reshaping Reshaping 2 ب4 وخلينا كمان نضيف نعطيها Index بالإندكس بالإندكس من بانداز بدي أعطيها . index . 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 AsIndex وبعد كده نعطيها Name بتساوي نسمي هذا DataFrame City أو هذا الColumn وبعد كده هنزل ونسميه Columns نساوي BD . Index X B C D ونعطيها Name تبحها بساوي نسميها بأنها هي نسميها بهذا الشكل خلينا نرجع نعطي الIndex هون نفس الاسم وننشأ نشوف شو الDataFrame شو الDataFrame اللي طلعت معنا نعطيها لدينا الColumns الIndex الColumns 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 الIndex الـDataFrame 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 الـStack بديك تحفظ إياها المتغير الـDFrame ST نستعرض الـDataFrame رس انجلس الاولى واللتر ABCD مع الاندكس تبعونها او تعال قيم الارقام من 8 من 0 ل7 هلأ ممكن نعمل نرجع هاي القيم مرتان لحالتها الاولى من خلال بكل بساطة انستاك اطبع الانستاك ويبترجع البيانات او بترجع الجدول مثل المكانة فبالتالي بنقدر ناخد dataframe st dot unstack وتعود النا متل ما كانت فعليا بنقدر كمان نعمل unstack على specific columns يعني نحدد الكلام بشكل خاص بي لو قلنا مثلا بدنا بس city هو اللي يحصل عليه unstack تمام بتلاحظ انه هو بمدر ما كانت rows اصبحت columns reshaving هذا اللي بتطبق من خلال عملية الاستاك والانستاك بيعمل pivoting او تحويل ما بين ال rows وال columns لو انا بدي اغيرهم ال rows وال columns هاي الاشياء احيانا كتير برضو بحتاجها لعملية معالجة البيانات احنا هلا نتعلم متل ما اتفقنا من بداية ال section كيف نبالش نجهز البيانات لعملية ال analysis فال data frame بساعدني من خلالها دول ال functions اللي احنا مرينا عليهم وبنمر عليهم ولسه في functions كمان جايين وميحود كمان هنمر عليها خلال ال section والفيديوهات الجاي هلا لو جهزنا series مختلفة وطبقنا عليهم بعد طبعا عملية ال concat عملية ال on stack عليهم نشغلنا الكود ربطنا احنا اول شي جهزنا series الاولى كانت نحتوي 012 مع ال index q x y وال series الثانية نفس الشي اعملنا كون cat ما بين series الاولى وال series الثانية عند keys alpha و beta لاحظوا انه فيها عندنا قيمنا وبالتالي اللي بدنا نستخرجه او نفهمه من هذا المثال انه ال on stack برضو تطبق على موضوع نان value لما يكون في عنا نان value برضو بنقدر نعمل stack و on stack هلا لو رجعنا مثلا اخدنا ادي frame ادي frame dot stack او الافضل لازم نعطيه اشعار انه هي on stack on stack dot stack طبعا لابد نضيف ال parenthesis تمام بهي الطريقة طبقنا الا stack و الان stack و الان stack على البيانات لما تكون non value و بحالة series و كمان بحالة data frame لما تكون موجودة عندنا و تک نحن الكم والت نحن الكم نحن الكم